موسيقى الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف هذه نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعناول موسيقى 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 ترجح مقتل البغداد بغارات لمقاتلاتها استهدفت اجتماعا لقيادة داعش في الرقة موسيقى النواب اللبناني يقر مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية تعليق نشاط خمسين جمعية تونسية وحل ست عشرة بعد فتح الحكومة ملف التمويل الخارجي للجمعيات استمرار التظاهرات في الحسيمة المغربية لليوم التاسع ومواجهات بين قوات الامن والمحتج موسيقى موسيقى أهلا بكم ثم أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمار بوتن بأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل في غارات للطائرات الروسية على جنوب الرقة السورية يوم الثامن والعشرين من أيار مايو الماضي سكرتير الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قال إن شويغو أبلغ أعضاء مجلس الأمن القومي في بلاده أن الغارات الروسية أدت إلى مقتل أكثر من مئة إرهابي ومن المفترض أن يكون البغدادي من ضمنهم قال وزير الخارجي روسي سيرجي لافروف إن بلاده لا تملك معلومات مؤكدة عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي بالطبع سمعت هذه الأخبار ولكن حتى اللحظة لا أملك تأكيدا بنسبة مئة في المئة بمقتل أبو بكر البغدادي أنتم ترون كيف تحارب الولايات المتحدة داعش حرب بتنا لا نشاهدها أبدا لذلك فإن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يعمل بالصيغة نفسها التي كان يعمل بها في عهد أوباما هذا موضوع مزعج للغاية ونحن ناقشنا ذلك مع شركائنا الأمريكيين مرارا ولم نتلقى أجوبة لائقة ولكننا ما زلنا نتمنى الحصول على الإجابات المطلوبة في المقابل أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أنه لا يستطيع تأكيد تقارير روسية بشأن إمكانية مقتل البغدادي في ضربة جوية روسية في سوريا المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان وبعد وقت وجيز على نشر الخبر قال لرويترز لا يمكننا التأكيد من هو أبو بكر البغدادي نتعرف على سيرته في هذا التقرير فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم لم يكن العالم يعرف عواد إبراهيم علي محمد البدري قبل هذه الخطبة في الجامع النوري الكبير في الموصل ظهر الشيخ الخفي منتصف عام 2014 كخليفة لما سماه الدولة الإسلامية في العراق وسوريا الذي عرف لاحقا بداعش تكن الرجل بالبغدادي بالرغم من ولادته في سمراء عام 1971 أحب دراسة القانون أو اللغة أو التربية في الجامعة لكن عدم حيازته على درجات كافية في دراسته الثانوية منعه من تحقيق مراده فالتحق بكلية الشريعة في بغداد حمل عام 2004 لانعطافة الأهم في سيرة البغدادي في شباط فبراير من ذلك العام تم حبس البغدادي في معسكر بوكا جنوب العراق هناك تعرف على ضباط كبار في الجيش العراقي السابق بالإضافة إلى عدد من قادة القاعدة في بلاد الرافدين بعد خروجه من بوكا انضم البغدادي إلى حركة التوحيد والجهاد بقيادة أبو مصعب الزرقوي تولى بداية الإمرة على بعض المجموعات التابعة للقاعدة في بلاد الرافدين سرعان ما تدرج في المناصب عام 2010 كانت الانعطافة الكبيرة الثانية قتل أبو عمر البغدادي ووزيره أبو حمزة المهاجر المصري فتولى أبو بكر البغدادي قيادة دولة العراق الإسلامية بعد عام على المنصب الجديد صنفته الخارجية الأمريكية عام 2011 بين أبرز الإرهابيين في العالم ورصدت مبلغ عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله قاد في العام نفسه عشرات الهجمات الدموية في العراق أبرزها في الحلة والموصل وشهد جنوب بغداد 23 هجوما من تخطيط البغدادي في شهري أذار مارس ونيسان إيبريل أطل برأس تنظيمه في سوريا بعد اندلاع أزمتها متحديا قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهر الذي طلب منه عدم تخطي الحدود العراقية السورية أراد أن يحتكر تمثيل الجماعات الإرهابية فأطلق على تنظيمه اسم الدولة الإسلامية استضم برفاق السلاح مرات عديدة وخاض معارك طاحن مع جبهة النصرة التي رفض زعيمها أبو محمد الجولاني مبايعة البغدادي الإعلان عن استهداف البغدادي حصل مرات عديدة كان أبرزها في 21 أكتوبر من العام 2015 حينها وجهت طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية ضربة في منطقة الكرابلة مستهدفة اجتماعا للبغدادي مع قياداته لم يعرف مصير إبراهيم البدري حينها حتى أصدر تسجيلا صوتيا في ديسمبر من العام نفسه لينفي مقتله استشهد عدد من المدنيين السوريين جراء غارة للطيران الأمريكي على حي البياطرة ومسجد الجراكسة في الرقة وفق ما أفاد التلفزيون الروسي الرسمي ويأتي ذلك في وقت سيطر فيه الجيش السوري على قرى صهاريج الوهاب وجب الأفادوس وجب مشرفة في ريف الرقة الجنوبي الغربي كما يواصل تقدمه جنوب أوتوستراد أثر الرصاف الرقة في ريف الرقة الجنوبي الغربي في البادية السورية يثبت الجيش السوري وحلفائه مواقعهم في منطقة مثلث أراك على محور تدمر السخنة ويترافق هذا مع استهداف مركز أو استهداف مركز لتحركات داعش في المناطق المحيطة محمد الخضر مثلث أراك تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه لا توقف في العملية العسكرية غارات جوية مركزة وقصف مدفعي وبر شاشات ثقيلة لمسلحي تنظيم في التلال المحيطة محور حيوي يقود إلى السخنة المركز الكبير لداعش في عمق البادية السورية تم التخطيط للهجوم على هذه البلدة وتحريرها من رجلس هؤلاء الإرهابيين فبالتعاون المشترك ما بين قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديثي وخلال عملي مخططة واستغرقت من الزمن حوالي ساعتين تم تحرير هذه البلدة وقتل العديد من الإرهابيين وطردهم من هذا المكان وتدمير العديد من آلياتهم وعتادهم وهذا موجود أمامكم السخنة إذن هدف مرحلي للجيش السوري في عمليته العسكرية على هذا المحور الممتد من تدمر باتجاه السخنة هناك خمسة محاور للقتال تهدف لطرد داعش من البادية السورية وصولا إلى فك الحصار عن محافظة دير الزهور تنبع الأهمية الاستراتيجية لتحرير هذه المنطقة من عدة نقاط أول نقطة أهمية استراتيجية اقتصادية حيث تشكل رافض اقتصادي للاقتصاد السوري النقطة الثانية تحرير مزيد من البقعة الجغرافية السورية النقطة الثالثة هي دحر إرهاب داعش وغيره إلى ما بعد أراك حيث السخني وما بعد السخني وما بعد السخني تكامل كبير بين الوحدات المقاتلة على الأرض في ظروف معركة معقدة رصد بأجهزة المراقبة والاستطلاع الجوي واستهداف بالأسلحة النارية المناسبة لكل حالة نحن هنا كعناصر رصد كنا واجبنا نقوم برصد المسلحين حركة أفراد المسلحين آليات المسلحين المحمولات المسلحين كنا نقوم برصدها بكافة المناطق المشاهدة أمامنا والأبلاغ عنها وكانت الجهات المختصة تقوم باستدافة مدفعية طيران غارات طيران مساحات واسعة تضاف يوميا للمساحات الأمينة في البادية التنسيق العالي بين محاول القتال أثمر نتائج واضحة على الأرض محمد الخضر من مثلث آراك إلى الشرق من تدمر الميادين نجل مسؤول الشرعي في جبهة المصرى السعودي عبدالله المحيسني من محاولة اغتيال النفذة انتحاري قرب مسجد أبي ذر الغفاري بمدينة إدلب تنسيقيات المسلحين أعلنت أن انتحاري انفجر نفسه أمام المسجد مستهدفا سيارة المحيسني وأضافت أن التفجير أدى إلى مقتل مرافق المحيسني وإصابة آخرين بجروح تخوض القوات العراقية معارك عنيفة مع فلول داعش داخل المجموعة الطبية وعند المجفى الشعبي في صاحل لايمن الموصل قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة قال إن قواته تمكنت من السيطرة على ثلاثين في المئة من حي الشفاء شمال المدينة مراسل الميادين أفاد بتحرير القوات العراقية السوق الكبير بمحاذاة باب سنجار شمال الموصل القديمة في لبنان أقرى المجلس النيابي قانون الانتخابات النيابية الجديد القانون يعتمد النظام النسبية مع الصوت التفضلي إلى جانب تقسيم البلاد إلى خمس عشرة دائرة وبالتوازي مع جلسة البارلومان تظاهر ناشطون من المجتمع المدني عند مدخل المجلس النيابي في وسط بيروت احتجاجا على القانون الجديد وتمديد ولاية المجلس مجددا حتى إجراء الانتخابات المقررة في شهر أيار مايو من العام المقبل بعثة قطر في الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 13 ألف شخص تضرر بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات مع الدوحة وأشارت إلى أن انتهاكات طالت حقوق النقل والتعليم والعمل وحرية الرأي والإقامة والتملك ندعو هذه الدول الثلاث لمراجعة قراراتها ورفع الحصار عن دولة قطر وكذلك لمراجعة قراراتها ووقف هذه الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك كافة حقوق الإنسان أخيرا نطالب حكومة دولة قطر نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك الفوري والتحرك الدولي لرفع هذا الحصار سواء بلجوءها إلى مجلس الأمن أو الآليات الأمم المتحدة فصل قصير ونعود الاستكمالي هذه النشرة ابقوا معنا من جديد أهلا بكم فتحت حكومة الشاهد في تونس ملف التمويل الخارجي للجمعيات بتعليق نشاط خمسين جمعية وحل ستة عشرة ملف اعتبر مراقبون أنه لا يقل خطورة عن ملفات الإرهاب والتهريب تقرير عماد اشتار هي دفعة على الحساب في انتظر فتح الملفات واستكمال التحقيقات حكومة الشاهد تعلق نشاط خمسين جمعية وتحل ستة عشرة جمعية أخرى بمقتضى أحكام قضائية استعجالية خطبة تأتي قبل أن تنتهي مهلة الشهر التي منحتها الحكومة للجمعيات للكشف عن حجم التمويلات الخارجية وعناوين صرفها محارف السلاس المترابط الإرهاب الفساد والتهريب وهذه الجمعيات مورطة بشكل كبير سيكون هناك كشف عن جمعيات عملت طوال سنوات ومنها جمعيات ليست تونسية بالتأكيد وهناك اليوم بحث جدي حول إحدى الجمعيات القطرية جمعية شريعة التي مازال لها مكتب إلى يوم النساء في تولد وحول ما قامت به خلال سنوات من 2011 إلى 2014 من تورط في كثير من القضايا تصريحات أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي حول التمويلات القطرية لاستهداف الساحة الليبية عبر تحويلات تمر من تونس فتحت السجال حول تورط الجمعيات في دعم الإرهاب وشبكات التسفير وتبييذ الأموال وخدمة أجندات أحزاب سياسية ما سرع بفتح الملف الذي ارتبكت أمامه كل الحكومات المتعقبة على الحكومة أن تتحرك بشكل جدي لمواجهة هذا الملف وبالتالي حل كل الجمعيات التي لها علاقات بالإرهاب أو تتلقى تمويلات أجنبية لتنفيذ أجندات ومشاريع مشبوهة بسبب غياب الشفافية في التمويل تحوم شبهات الفساد حول مئات الجمعيات المعنية بالتدقيق واحتمال الحل مقاربة تحتاج بحسب مراقبين إلى مراجعة القانون المنظم لعمل الجمعيات خصوصا وقد تجاوز عددها أربعة وعشرين ألفا ما يجعل مراقبة أنشطتها عملية شبه مستحيلة هي مهمة صعبة تقدم عليها حكومة الشاهد بفتح ملف تمويل الجمعيات بحسب مراقبين فتتبع آثار التحويلات الخارجية ممكن من البنك المركزي غير أن معظم هذه الجمعيات تتمتع بدعم سياسي من أحزاب النافذة أعمى تشترى تونس الميادين ومن العاصمة التونسية ينضم لنا الكاتب الصحفي نيزار مقني أهلا بك أستاذ نيزار على أن كثير من الأسئلة تتوارد إلى الزهن حقيقة بعد سماع هذا التقرير وهذه المعطيات لكن أول سؤال أبدأ به يعني بحسب المرسوم ثمانية وثمانون المنظوم عام 2011 المنظم أو المنظوم نفس التعبير عام 2011 صحيح يحق للحكومة أن تحل هذه الجمعيات وتنظم عملها وما إلى ذلك لكن أيضا حلها يعني يمكن الجمعيات أن تعطى ثلاثين يوما على الأقل لتخبر عن مصادر تمويلها لتجيب عن كل الأسئلة المنوطة بها لماذا لم تنتظر الدولة والسلطات هذه المدة ما هو السبب شكرا لكم على هذه الاستضافة أولا الحكومة قامت بتعليق أعمال 53 جمعية وحلت بموجب نفس القانون 17 جمعية هذه الجمعيات كانت الحكومة قد أعد الجمعيات التي وقع حل نشاطها في تونس تمت الحكومة أبلغت الإدارات هذه الجمعيات بموجب أن تعطي الحكومة ما يفيد تمويل نشاطتها في تونس وهذه الجمعيات لم تستجب لمثل هذه الشروط التي يلزمها مرسوم منظم الجمعيات وكذلك هذا القانون الذي تعيش فيه تونس وهو قانون الطوارئ هذا أولا ثانيا 53 جمعية اليوم مدعوة لكي تقوم بأتيان بأحجاجها أو بمستنداتها التي تهم تمويلاتها وكما نعرف أن نفس هذا المرسوم لا يسمح وكذلك لا يسمح بتمويلات خارجية وبمثل هذه المرسومة وهذا الفصل يمكن حل الجمعية وعدم استعاداتها لنشاطتها في تونس مما لا شك فيه أن هذه خطوة مهمة خصوصا أنها تأتي على طريق محاربة الإرهاب أيضا إلى جانب الفساد كما تقول السلطات التونسية لكن في نفس الوقت يعني يسأل المشاهد يسأل المواطن لماذا في هذا الوقت لماذا تركت هذه الجمعيات إن كانت مشبوهة حتى هذه الساعة لتحدث ما أحدثت يعني بالنسبة لي أعتقد أن هذا الوقت جاء متأخرا لمثل هذه الخطوة خاصة أن الدعوات المجتمع المدني التونسي كذلك الدعوات الأحزاب الوطنية المعروفة في تونس وكذلك حتى المثقف المجتمع المفكر في تونس دعا إلى مثل هذه الخطوة منذ عامين منذ سنة 2014 عندما أثبتت التحقيقات سواء كانت تحقيقات رسمية أو صحفية أن بعض الجمعيات القرية يعني هي مورطة في الفساد ومورطة في الإرهاب وكذلك مورطة في دعم شبكات التسفير الإرهابيين إلى الخارج وكذلك من جهة أخرى مورطة حتى في منظومة غسيل أموال وكان لابد على الحكومة يعني الحكومات السابقة أن تذهب في هذه الخطوة منذ سنة 2014 أي منذ سنة الحكومة المهدي جمعة وهذا لم يحصل إلا بعد ذلك بثلاث سنوات وهذا ما قد يقودنا إلى عدد أسئلة وعدد استفهمات لكن نفهم من جهة أخرى خطوة الحكومة في إطار الحرب التي أعلنتها على الفساد وكذلك الحرب على الإرهاب هذا الثلاثي يعني هذا المثلث ذي ثلاثة أضلة الإرهاب والفساد والجمعيات القرية لكن أيضا هذه الجمعيات أو بعض هذه الجمعيات على الأقل هي مدعومة من أحزاب مهمة في تونس ومن شخصيات مهمة أيضا وراءها في تونس تعتبر هذه الشخصيات أرقام صعبة كيف يمكن أن يوقف عملها أو أن تدخل في دائرة الفساد وتمويل الإرهاب كيف يمكن أن يتغلب عليها إن جازلنا التعبير نعم هناك يعني جمعية تدعى جمعية تونس الخيرية وهي كانت جمعية يعني الذي يديرها هو شقيق أحد القيادات قيادات حزب الحراكة تونس الإرادة وهو نائب حاليا عمادة دايمي وتم حلها يعني مؤخرا وكانت مورطة كذلك في أنها تتقبل في تمويلات كبيرة قطرية هذا يعني مثال الأكثر الأقل حول الجمعيات التي تم حلها بموجب هذا القانون وأريد أن كذلك هم مثال حول تورط السياسة في حماية بعض هذه الجمعيات هناك بعض الجمعيات التي أصبحت تقوم بين الجانب الدعوي مثلا فيما يتعلق بجانب الدعوي فيما يتعلق بحركة النهضة اليوم أصبحت تقوم بالجانب الدعوي والجانب السياسي يقوم به الحزب هناك عديد من الشخصيات السياسية التي كانت حتى نوابا مؤسسين في المجلس التأسيسي السابق اليوم يقومون بقيادة جمعيات دعوية لكن جمعيات منظوية تحت أحزاب ويمكن في إطار هذه الحرب أن تشمل التحقيقات الحكومية هذه الأحزاب وتمويلاتها وخاصة عبر ما يسمى بلجنة التحاليل المالية المضوية تحت المركز التونسي وهذا بكلام مهم أستاذ نزار مقني حقيقة أريد مقني شكرا للتصحيح نركز على هذه النقطة قلت في خلال الإجابة تورط السياسة في حماية مثل هذه الجمعيات نفهم أكثر ما الذي اختلف في السياسة إذن حتى يعوم هذا الملف حاليا حتى يذهب إلى محاسبة مثل هذه الجمعيات حاليا ما هي القطبة المخفية وراء ذلك غير الإعلان عن موضوع محاربة الإرهاب والفساد ما الذي يتغير؟ نعم هو إطار عام إطار سياسي عام سواء كان ذلك إقليميا وكذلك حتى دوليا الإطار الإقليمي وكذلك هو ما يتقدم به الجيش الليبي من خطوات كبيرة في ليبيا نحو دحر آخر معاق الإرهابين خاصة بالجفرة وكذلك بالجنوب والغربي تجاه سبها وقربا باتجاه حتى الحدود التونسية هذا أولا ثانيا ما دوليا وما يحصل من حرب إقليمية كبيرة واشتراك دولي كبير بين كافة الدول حول محاربة منابع وتشفيف منابع الإرهاب وتشفيف منابع الإرهاب يمر عبر هذه الجمعيات الجمعيات التي تقوم بحلقات الوصل وحلقات الوساطة في تمويل الإرهابيين وتمويل من سينفذ الإرهاب في الأخير سواء كان في تونس كان في سوريا ذلك أم كان في عدة دول بلدان أخرى وهذا ما كان يسهل عملية هذا التمويل ولذلك نجد دائما أن هناك قرابة وشاركة بين غسيل الأموات وكذلك بين الإرهاب أشكرك كل شكرا لكاتب الصحف نزار مقني كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية اليوم التسع عشر تتواصل الاحتجاجات في مدينة الحسيمة الشمال المغرب في مقامة قوات الأم بتفريق المحتجين وألقاء القنابل المسيلة للدموع تحت راية حركة الحراك الشعبي تتواصل الاحتجاجات في مدينة الحسيمة منذ نهاية تشرين الثاني أكتوبر المحتجون رفعوا راية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية ورغم تعهد الحكومة بإنجاز مشاريع استراتيجية عديدة إلا أن ذلك لم يوقف التظاهر الذي زادت حدته بعد اعتقال العشرات وبينهم وجوه بارزة في الحراب هنا في حي سيد عابد بمدينة الحسيمة خرجت تظاهرات حاشدة عقب صلاة الترويح طالب فيها المحتجون بالإفراج عن المعتقلين ورفع العسكر قبل أن تدخل القوات الأمنية التي حاصرتهم بتشكيلات من عناصر تدخل السريع والقوات المساعدة التظاهرات بدأت سلمية ومن ثم تطورت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين القوى الأمنية طاردت المحتجين وأطلقت القنابل المسيلة للدموع كما تسبب التدخل بإصابات وردود في صفوف المحتجين التصعيد في الاحتجاجات ترافق مع طلب من اتلاف منظمات غير حكومية مغربية بالإفراج عن المعتقلين والبدء بالحوار وإلا فإن المحتجين سيواصلون التظاهر ورأى الاتلاف أن الاحتجاج عفوي وبلا لون سياسي ولا نقابي ولا ينطوي على أي تيار انفصالي الاتلاف شدد على أن هؤلاء الشبان لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن مطالبهم على نحو سلمي هذا ونظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس ندوة تضامنية مع الحركة الاجتماعية والشعبية في الحسيمة بمنطقة الريف المغربي المشاركون أكدوا أن التظاهرات لا تخرج عن سياق الحركات الاجتماعية المطالبة بالعدالة الاجتماعية نحن في منطقة معروفة بتاريخها النظالي ضمن الحركة الوطنية ولكن الأبعاد الإثنية فيها ضمن الحركة الوطنية لم ترعى بشكل كبير يضاف إلى ذلك تعقيد آخر حيث تتراكب هذه المسائل التاريخية والإثنية مع مطالب اجتماعية تتعلق بالتوازنات الجهوية بين مناطق مختلفة رغم أن في المغرب هناك تجربة رسمية تسمى تجربة الجهوية المتقدمة ولكن يبدو من بين الإشكالات الكبرى التي تطرح اليوم التي تدل عليها هذه الحركة أن هذه المشاريع لأنها ربما رسمية ولأنها ربما أيضا مسقطة ولم تراعي المطالب الدفينة للمجتمع العميق يبدو أن هناك تعقيدات كبيرة جدا نذكر بالعناوين موسكو ترجح مقتل البغداد بغارات لمقاتلاتها استهدفت اجتماعا لقيادة داعش في الرقة مجلس النواب اللبناني يقر مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية تعليق نشاط خمسين جمعية تنسية وحل ست عشرة أخرى بعد فتح الحكومة ملف التمويل الخارجي للجمعيات استمرار التظاهرات في الحسيمة المغربية لليوم التاسع ومواجهات بين قوات الأمن والمحتجين تفاصيل أو فيمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الانترنت بلغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتوم سالم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر